اهلا بكم وانا السهل نشر تاب العنوين في ربع الساعة الاخير من ولاية ترامب واشنطن تصنف روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا دولا معادية وتضيف شخص الرئيس مادورو تعرض اعضاء في الحزب الجمهوري ممن تقد ترامب للتهديد يثير مخاوف مما سيحصل خلال بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ الجيش الإيراني يرصد غواصة مجهولة قبل اقترابها من منطقة مناوراته ويجبرها على المغادرة الزهار يقول إن هناك ألاف الأسئلة التي تنتظر إجابات قبل خطوة الانتخابات ويعبر عن خشية من تحديد تواريخ لها تضغط الشارع الفلسطيني الأمم المتحدة تحذر من مجاعة غير مسبوقة في اليمن نتيجة تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية وبرنامج الأغذية العالمي يعتبره حكم إعدام بحق اليمنيين باكستان تسعى لزيادة أسطولها الجوي للتعاون مع الصين والهند ترى في الخطوة تصعيدا يهدد أمن المنطقة أصدرت وزارة التجارة الأمريكية مرسوما داخليا يسمح بتشديد الرقابة على المعاملات في مجال تكنولوجيا المعلومات واعتبرت كلا من روسيا الصين إيران كوريا الشمالية وكوبا دولا معادية إضافة إلى شخص الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو وجاء في بيان الوزارة أن مكتب الصناعة والأمن فيها فرض ضوابط جديدة على أي تقنيات أمريكية قد تدعم الاستخدام النهائي المتعلقة بالاستخبارات العسكرية الصينية والكوبية والروسية والفنزولية السفير الكوبية في لبنان ألكساندر بيسير موراقى استنكر وضع بلاده في قائمة الرعين للإرهاب وفي حديث إلى الميادين قال إن ما تريد بلاده من الإدارة الأمريكية الجديدة هو احترام سيادتها وضف أنه رغم وجود خلافات يمكن لكوبا أن تتعاون مع أمريكا في مجالات متعددة خدمة لشعبيهما إن تحسنت العلاقات إن إدراج كوبا في هذه القائمة المزيفة للدول الرعية للإرهاب هو إهانة للشعب الكوبي الذي عانى طوال 62 عاما من مئات العمليات الإرهابية التي نظمتها وخاططت لها ومولتها الحكومات المتعاقبة في الولايات المتحدة وراجة شدد على أن الولايات المتحدة هي الإرهاب الأكبر في العالم مشيرا إلى اعتمادها تكتيكات بينها الضغط والحصار لإسقاط الأنظمة في العديد من الدول إسقاط الثورة الكوبية هو ما حاولت أن تحققه أمريكا خلال 60 عاما وقد فشلت في ذلك استراتيجية أوباما كانت تغيير السياسة والتكتيك ولكن لتحقيق الأهداف نفسها وهم يطبقون كل هذه السياسات مع فنزويلا وسوريا وإيران ودول كثيرة كشف السطاع والرأي أجرته منظمة المحاربين القدام المهتمين لأجل أمريكا بين المجندين وعائلاتهم أن 9% فقط منهم يؤيدون أي عمل عسكري أمريكي كما أظهر أن 44% من أعضاء المنظمة يؤيدون التفاوض الدبلوماسي بين بلادهم وإيران عوضا عن المواجهة العسكرية معها فيما إيد 80% خفض الانتشار العسكري الأمريكي عبر العالم و 68% إيدوا بقوة سحب القوات الأمريكية من العراق فيما إيد 60% تخفض الميزانيات العسكرية يتعرض أعضاء في الحزب الجمهوري ممن تقد الرئيس ترامب وحملوه مسؤولية أحداث الكونغرس الأربعاء الماضي إلى التهديد من قبل جماعات مجهولة ما يثير مخاوف لدى كثيرين مما سيحصل خلال بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ تقرير محمد كريم من صوت في مجلس النواب لصالح إجراءات محاكمة الرئيس ترامب بهدف عزله بات عرضة للتهديد ولا سيء ما في صفوف الجمهوريين الذين انضموا إلى مساعد ديمقراطيين في إدالة الرئيس التهديد من جهات مجهولة بالمخاسبة يصل إلى حد التصفية الجسدية لهم ولعائلاتهم لا نعرف ما الذي سيحدث لم نكن نتوقع أن يتم اجتياح مبنى الكونغرس في ظل هذه البيئة غير المسبوقة من الخوف من الانقسام والكراهية علينا أن نحسب كل السيناريوهات مكتب التحقيقات الفيدرالي أخطر أجهزة الشرطة في مختلف المدن الأمريكية بإمكانية استهداف القضاة وعضاء الكونغرس من قبل جماعات يمينية مسلحة إضافة إلى تعرض المباني الفيدرالية لهجمات محتملة وذلك بالرغم من خطاب ترامب الذي حمل لهجة تصالحية وهادئة وعبارات تنبذ العنف يجب أن لا يكون هناك عنف ولا خرق للقانون ولا تخريب بأي شكل من الأشكال على الجميع الامتثال لتعليمات الأجهزة الأمنية وعلينا التأكد من أن إجراءات انتقال السلطة ستسير بصورة آمنة قيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس تؤكد دعم عدد آخر من العضاء الجمهوريين مساعيهم في محاكمة ترامب لكنهم قلقون على حياتهم وحياة عائلاتهم ويطالبون الأجهزة الفيدرالية بتعزيز الحماية الشخصية لهم تماشيا مع حجم التهديد الذي فرض إجراءات استثنائية في العاصمة الأمريكية واشنطن بدت فارغة كمدينة أشباح بعد إغلاق معظم المرافق الحيوية بما فيها محطات الأنفاق فيما مراسم تنصيب الرئيس لن تشهد حضورا جماهيريا بخلاف سابقاتها محمد كريم واشنطن الميادين لن يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى حفل تنصيبه رئيسا للبلاد في العاصمة واشنطن بالقطار كما هو مخطط وذلك بسبب مخاوف أمنية وفق وسائل إعلام أمريكية بينها Associated Press بايدن المعروف بتفضيله قطارات السكك الحديدية على وسائل النقل الأخرى غير خطته بعد تزايد المخاوف من تهديدات أمنية محتملة خلال حفل التنصيب الذي يتم في العشرين من شهر كرون الثاني يناير الحالي ويتزامن هذا القرار مع نشر ألف العناصر الأمنية في واشنطن تحسبا لتظاهرات بالتوازي مع حفل التنصيب وقبيل دخول بايدن إلى البيت الأبيض حديث عن إعداد الجيش الإسرائيلي خطة عملانية لمعالجة التهديد الإيراني قبله الكشف عن تنسيق إسرائيلي خالجي للخطوات بشأن التعامل مع إيران منال إسماعيل ما زال الملف الإيراني حاضرا بقوة في الاهتمامات الإسرائيلية ويتصدر سلم أولويات المؤسستين السياسية والأمنية وحتى العسكرية التي تعمل على مواجهته بأساليب مختلفة فعلى خلفية إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى العشرين في المئة قالت مصادر إسرائيلية إنهم يعدون حاليا في الجيش الإسرائيلي بإعاز من رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي خطة عملانية جديدة لمعالجة ما وصفوه بالتهديد من الشرق خطة تتضمن ثلاثة خيارات ستبلور في الفترة المقبلة وستقدم إلى المستوى السياسي وهي ستستلزم زيادة تصل إلى مليارات الشواقل في ميزانية الأمن وفي ضوء الاعتقاد الإسرائيلي بأن تهران تعمل على مراكمة أوراق قوة استعدادا للمفاوضات المتوقعة مع إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة أشار محللون إلى أنهم يعتزمون في إسرائيل العمل مع واشنطن من أجل تحقيق اتفاق محسن انطلاقا من فرادية أن إسرائيل معنية بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران فترة أطول من الرقابة على برنامجها النووي وتقييد البحث والتطوير النووي وتقييد تطوير وصنع الصواريخ وأنشطتها في المنطقة الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق النووي هو التالي نحن في العام 2021 ولسنا كما في العام 2015 لذلك على الأمريكيين الأخذ في الحسبان مواضيع لم تعالج في الاتفاق النووي كبرنامج الصواريخ الإيرانية والنشاط الإيراني الإقليمي وبموازات النية الإسرائيلية للعمل مع واشنطن إزاء إيران كشف مراقبون أن إسرائيل تنسق خطوات مع دول في الخليج فيما خصت تعامل مع تهران إسرائيل تنسق خطوات مع دول الخليج بشأن التعامل مع إيران قبيل دخول بايدن إلى البيت الأبيض انطلاقا من الفرضية الإسرائيلية التي تقول إنه إذا كان لدول الخليج وإسرائيل رأي واحد وموحد مقابل الإدارة الأمريكية فإن ذلك سيجعل من الصعب كثيرا على الإدارة الجديدة أن تواجهه وتعارضه إلى ذلك يعمل رئيس الحكومة من يمين نتنياهو بمشاركة الجهات الأمنية والاستخبارية والديبلوماسية بحسب مصادر في مكتبه على تشكيل طاقم لبلورة الاستراتيجية الإسرائيلية في المحادثات الأولية مع إدارة بايدن حول البرنامج النووي الإيراني رصدت وحدات الجيش الإيراني غوصة مجهولة الهوية حاولت الاقتراب من منطقة العمليات حيث كانت تجري مناورات في مياه بحر عمان وسواحل كنارك جنوب غرب إيران دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني قالت في بيان أن الغواصة أجبرت على المغادرة سريعا ترافقها طائرات ومروحيات الجيش ذلك بعدما تلقت نداءات تحذيرية أنهت القوات البحرية في الجيش الإيراني منوراتها الصاروخية حيث تم اختبار وعدد من الصواريخ والطربدات الحديثة بنجاح المناورات تأتي بعد يوم من ضم الجيش الإيراني أضغم بارجة حاملة للطائرات إضافة إلى قذفة للصواريخ إلى أسطوله البحري تقرير مالك عابدة من عرض البحر أو حتى من السواحل تطلق المدمرات والسفن الحربية الإيرانية صواريخها التي يقول المسؤولون العسكريون إنها قادرة على ضرب أصغر هدف عائم أو طائر أو مختبئ داخل مياه الخليج اختبار صواريخ كروز المجنحة بمذاياتها وأحجامها المختلفة كان العنوان الأبرز لهذه المناورات أما في الأعماق فنجحت غواصة فاتح ذات القدرات التكتيكية في إصابة أهدفها بطربيداتها المدمرة إطلاق صواريخ بعيدة المدى في هذه المناورات يدل على جهوزية إيران واستعداد مقاتلين وتصميمهم على الدفاع عن قيم ومبادئ الجمهورية الإسلامية على امتداد ألاف الكيلومترات وساعت إيران مدى إشرافها العسكرية وبإلحاقها سفنا حربية ومنظومات رادارية وأسلحة متطورة تطمح طهران لتوسيع جغرافيا وجودها البحرية ومعه تحذر من عواقب أي خطأ للأعداء في التقدير والحساب سنكون في أي مكان تجد فيه مصالح إيران والقوات الإيرانية تحمل هذه المناورات رسالة لأعداء إيران أنه إذا ما تم تهديد مياهنا وأرضنا وسمائنا فإننا سنرد على خطأهم الكبير بكل قوة يؤكد المسؤولون العسكريون أن قوات إيران البحرية باتت أضعف ما كانت عليه سابقا قوة لم ولن توجه إلى دول المنطقة أبدا ولكن اليد ستبقى على الزناد حتى بعد رحيل ترامب وقدوم بايدن لأسباب عسكرية وأمنية لم يكشف الجيش الإيراني عن الأسلحة والصواريخ كافة التي استخدمها في مناورته البحرية إلا أنه يحذر من أن لديه من المفاجآت ما قد يدفع خصومه إلى الندم في حال ارتكابهم أي خطأ ضد إيران ملك عابد طهران الميادين قال قائد القوى البحرية في الجيش الإيراني العميد حسين خنزادي إن لإيران دينا على الأمريكيين يجب دفعه وضف خنزادي أن الأمريكيين ارتكبوا جرائم كثيرة واغتالوا عددا من الشخصيات الإيرانية أبرزهم الشهيد الفريق قاسم سليماني والعالم محسن فخرزادة وشدد على أن الأمريكيين قرقون من أن تسترد إيران دينها منهم خلال مرحلة تغيير الإدارة وأن استعرضاتهم هي بسبب خوفهم وقلقهم إلى ذلك نقلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة من طهران إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيها قرارها خفض التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة طهران قالت في رسالتها إلى الوكالة الدولية أنها لن تضع قيودا على نشاط الأبحاث والتطوير بعد الآن وأعلنت أنها بشرة العمل بتعديل المعدات ذات الصلاة أو تركيبها لأغراض الأبحاث والتطوير قال وزير الخارجية روسي سرغي لافروف أن روسيا ترى أن التدخل في شؤون الداخلية للدول ذات السيادة وفرض مخططات أيديولوجية عليها من الخارج أمر غير مقبول وخلال مؤتمر مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان عبر لافروف عن خشيته من أن ينعكس تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية من قبل واشنطن سلبا على التسوية اليمنية وأكد أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على عرقلة الجهود لإجراء حوار بين إيران ودول الخليج مشيرا إلى أن نظيره الإيراني محمد جوى الضريف سيزور موسكو خلال الشهر الحالي دعا كل من الأمين العام وباكله للشؤون الإنسانية وممثله إلى اليمن واشنطن إلى التراجع السريع عن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية لأن ذلك سيؤدي إلى تفجير أقصى مجاعة عرفها العالم منذ أربعين عاما في وقت خريب لست أناقش هنا نوايا الإدارة الأمريكية بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية لكنني أسأل ما وقع ذلك على المستوى الإنساني؟ والجواب وقوع مجاعة هائلة لم نشهد مثينا لها منذ أربعين عاما ثانيا هل منح وكالات الإغاثة إعفاءات يمنع ذلك؟ وجوابي كلا ثالثا ما الذي يدرأ هذا الخطر؟ الجواب التراجع عن القرار الأمريكي من جهته وصف ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إدراج واشنطن حركة أصار الله في لأحة المنظمات الإرهابية بحكم الإعدام الحرفي على مئات الألاف إن لم يكن على ملايين الأبرياء في اليمن وخلال إحاطة لمجلس الأمن دعا بيزلي دعا الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها كما دعا دول الخليج إلى تحمل المسؤولية المالية من أجل توفير احتياجات اليمن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت أعربت أيضا عن مخاوفها من أن يؤثر تصنيف واشنطن حركة أصار الله منظمة إرهابية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين اليمنيين مدير العمليات في اللجنة دعا الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات إلى النظر في الاستثناءات الإنسانية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة قالت حكومة صنعاء أن استمرار الأمم المتحدة عبر مبعوثها في العمل الروتيني وتجاهل الحصار يجعلها من موقع المتهم بالتواطئ مع دول التحالف واتهمت صنعاء الأمم المتحدة بالضغط عليها عبر الملفات الإنسانية في المفاوضات كما تفعل قوى التحالف في المعركة العسكرية تقرير أحمد زبيبة لا نية للأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن هذا ما تقوله حكومة صنعاء ففي مجمل زيارات المبعوث الأممي مارتين غرفث لصنعاء وللأطراف الآخرين لم يطرح وقف الحرب والحصار كشرط أساسي للجلوس إلى طاولة الحوار وما جرى ليس سوى محاولات للضغط في الجوانب الإنسانية لتمرير أهداف السعودية والإمارات عبر المبعوث الأممي هذا الابتزاز نستطيع أن نقول أنه يتم من خلال ممارسة ضغوط الأمم المتحدة لجوانب في الجانب الإنساني بغيات تحقيق أهداف معينة للعدوان ووعود في عملية إيقاف العدوان والسلام فيما الشعب اليمني محاصر مستقبل الحل السياسي في اليمن مجهول المعالم حتى اليوم ولا أفق لمشاورات مقبلة وكما يقول مراقبون فإن السعودية في مأزق سياسي للخروج بماء الوجه في حرب اليمن ولكنها تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة لتحدد سياساتها في المنطقة الرياضة اليوم هي في مأزق سياسي هي تنظر إلى تغيير الإدارات الحالية هي تنظر إلى مرحلة تريد أن تخرج بشيء من واء الوجه وربما أنه إعلان المبادئ الذي قدمه المبعوث الدولي لا يلبي لها بعض المطالب التي كانت تسعى إلى تحقيقها السعودية والإمارات هما من يعرقل مسودة الإعلان المشترك الذي طرح من قبل المبعوث الأممي على الأطراف اليمنيين كنافذة نحو السلام كما تقول صنعاء فهما تريدان تحقيق أطمعهما في البلاد ونهب ثرواتها وإدامة فترة الصراع مطالب حكومة صنعاء تتلخص في ضرورة إعلان موقف واضح وصريح يجب أن يصدر عن المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفاث في قضيتين الحرب والحصار رغم تدخلات العرقلة من السعودية والإمارات أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين إلى فلسطين المحتلة حيث أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الزام الأحمد أن الرئيس محمود عباس سيستقبل في العشرين من الشهر الحالي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنى ناصر وسيسلمه المرسيم الرئاسية المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات الأحمد وفي حديث إلى إذاعة صوت فلسطين رجح إجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من أيار مايو المقبل على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها بشهرين القيادي في حركة حماس محمود الزهار أشار خلال مقابلات مع الميادين إلى وجود ألف الأسئلة التي تنتظر إجابات قبل الذهاب إلى خطوة إجراء الانتخابات واعتبر أنه في حال فشل هذه الخطوة فإنها ستضيف المزيد من السلبيات على الوضع الفلسطيني الراهن هل الذي سيتم الذي سيذهب إلى الصناديق هم اللي في الضفة وغزة ولا كمان في الخارج هل اللي في الضفة الغربية الذين في رمالة فقط أم في بقية المناطق المحتلة عام 48 هل أهالي القدس ستصوت ستشارك في التصويت أم لا هل الخارج سيشارك في التصويت أم لا طب إذا لم يصوت الخارج هل يعتبر هذا الذي حدث فقط في الأراضي المحتلة هو تمثيل الشارع الفلسطيني هناك ألاف من الأسئلة يجب أن توضع لها حلول وإجابات مرحلية ثابتة ومعترف إبها وموثقة قبل أن نذهب في هذه الخطوة التي إذا فشلت ستضيف مزيد من السلبيات على الوضع الراهن الزهار قال إن هناك خشية من تحديد تواريخ ولا بد من اللجوء إلى الاتفاقيات الموثقة من دون أن يكون هناك انحياز إلى طرف ضد آخر طبعا نحن التواريخ هذه لها دلالات يعني ونحن نخشى من هذه التواريخ لأنه بتكون وسائل ضغط على الشارع الفلسطيني بحيث تبرر أن نمشي في مسار مطلوب للسلطة أو لغيرها أو لمن يقف خلفها ثم بعد ذلك نتوقف تحت حجة أن هذه هي هو ده الخط الفاصل الزمني وبالتالي يجب أن لا نخضع لضغوط الزمن بل علينا أن نخضع للاتفاقيات الموثقة التي لها مرجعيات يمكن أن تحققها دون أن يكون هناك انحياز لطرف على آخر لا نريد أن ينحز لنا أحد الزهار قال إن الاحتلال الإسرائيلي هو عدو لسوريا والأمة العربية ولكل الشعوب الإسلامية مؤكداً لوقوف مع سوريا ومع أي جهة في مواجهة إسرائيل أحنا لسنا في مرحلة الرفاهية السياسية والعسكرية والأمنية التي نختار فيها نحن يجب أن نحسب حسابات واضحة من هو عدو إسرائيل وهو في وضعنا بمعنى نحن عداء إسرائيل من هو عدو إسرائيل الشعب الفلسطيني في لبنان هو عدو إسرائيل المقامة اللبنانية هي عدو إسرائيل إيران عدو الإسرائيل التي تحرض أمريكا على ضرب إيران ومحاصرتها وغيرها كثير من الدول السورية أيضا عدو لإسرائيل لأن أراضيها محتلة كثير من الشعوب العربية والأحزاب عدو الإسرائيل التي قاومت التطبيع والتي رفضت هذه الخطوات إذن الخارطة لأعداء إسرائيل يجب أن تكون لنا علاقة معهم جيدة بالحدود التي تسمح لهم طاقاتهم وبالحدود التي نقبل بها بحيث لا تكون على حساب ثوابتنا اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 41 فلسطينيا معظمهم من محافظة رمالة وبلدات القدس وفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني وأشار النادي إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الأسرى والمعتقلين واستنكر استمرار الاحتلال في الاعتقال وتحويله الوباء إلى أداة قمع وتنكيل رغم كل المنشادات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى ولسيما المرضى منهم وكبار السن الأمم المتحدة طالبت سلطات الاحتلال بضمان الوصول السريع والعادل للقاحات أو للقاحات فيروس كورونا إلى الفلسطينيين أسوة بالإسرائيليين بموجب اتفاقية الجنف الرابعة خبراء أماميون أشاروا إلى أن برامج التلقيح الإسرائيلي الشامل لم يشمل الفلسطينيين وعدوا هذا التباين في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة أمرا غير مقبول النشر مستمر لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد دانت دمشق اتهامات الإدارة الأمريكية لإيران وادعاءاتها بشأن دعم طهران للقاعدة مصدر في الخارجية السورية قال أن الافتراءات الأمريكية محاولة لرفع التهمة عن الإدارة الأمريكية الرعناء وإلصاقها بالآخرين وشدد على أن القاعدة وتنظيمات إرهابية كثيرة هي صناعة أمريكية بامتياز وحد أدوات وعشنطن لترويع الشعوب مؤكدا وقوف سوريا وتضامنها الكامل مع إيران في وجه ما وصفه بالهذيان الأمريكي بعد انكفاء أمريكي خلال السنة الأخيرة من حكم ترامب واقتصار وجود ما تبقى من قواتها حول حقول النفط السورية تبدو واشنطن عزيمة على إعادة إحياء مشروعها في الشرق السوري بضرب أي وجود عسكري لدمشق أو حلفائها مستعينة بتجنيد مسلح داعش وسلاح الجو الإسرائيلي تقرير ديمة نصيف طائرات التحالف الأمريكي تقلع من القواعد الأمريكية في العراق من دون توقف منذ أكثر من عشرة أيام لتنظيم عملية نقل معتقلي داعش في سجون قصد في غويران والصناعة بمدينة الحسكة إلى قواعدها في العراق بحسب ما أكدت مصادر أمنية للميادين المصادر أوضحت أنه يتم تجميع عدد من السجناء يوميا غالبيتهم من العراقيين في المدينة الرياضية في حي غويران ويتم نقلهم بالمروحية تحت إدارة وإشراف أمريكيين الدفعة الجديدة من معتقلي داعش وجهتها الحدود العراقية ومهمتها استكمال القتال والهجوم على مواقع الجيش السوري وحلفائه في باديتي سوريا والعراق والعملية ليست الأولى فالاحتلال الأمريكي كما أكدت مصادر الميادين نقل خلال الربع الأخير من العام الفائت العشرات من معتقلي التنظيم لديه من سجون الشداد والحسكة إلى منطقة 55 كم في التنف وجندتهم لشن هجمات على مواقع الجيش السوري في البادية وهذا ما يفسر النشاط المتصاعد لخلايا تنظيم داعش أخيرا ضد مواقع الجيش السوري وحلفائه واشنطن تعيد إحياء مشروعها في الشرق السوري والضغط للدرجة القصوى ضد حلفاء دماش لقطع الممر البري بين دول محور المقاومة واستمرار استنزاف قوات الجيش السوري والحلفاء على طرفي الحدود والمشروع بات يستند أكثر فأكثر إلى الدعم الجوي الإسرائيلي أكثر من 18 غارة إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومقارة عسكرية للجيش السوري والحلفاء في دير الزور وباديتي البكمال والميادين في خط جبهة ليمتد لأكثر من 130 كم والدعم يتم بتنصيق استخباري كامل بين واشنطن وكيان الاحتلال إسرائيل تمد الحرب شرقا في تكثيف واضح لحربها على الوجود الإيراني في سوريا وإعادة التأكيد بأن هذا المسار مستمر ويقطع الطريق على أي تغيير محتمل في السياسة الأمريكية في المنطقة عشية وصول بايدن إلى البيت الأبيض دي مناصف دماشق الميادين أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبية في العراق فالح الفياض بيانا قال فيه أن الولايات المتحدة انتهكت سيادات العراق بإدراجها اسم رئيس أركان الحشد أبي فدك المحمداوي في لأي حد العقوبات واستخفت بالحكومة العراقية ومؤسساتها الرسمية وقرارات البرلمان الفياض أضاف أنه امتنى عن إصدار موقف شخصي بشأن إدراجه في قائمة العقوبات وعرب عنثقته بأن الدولة العراقية ستكون الرادعة للتجاوزات الأمريكية المتكررة على سيادة البلاد عقد رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حيث جرت مناقشة ملف الانتخابات المبكرة المفوضية عرضت جدول العمليات الفنية والتوقيتات الخاصة بإجرائها والتزاماتها بالنزاهة والعدالة وأكدت منحها الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات والقوى الجديدة فيما أوصل اجتماع بدعم المفوضية نبقى في العراق اعتصامات مطلبية أمام الوزرات لتوفير فرص العمل للطلبة والمتخرجين الجدود الذين يطالبون من جانبهم المعنيين بتعيينهم في إدارات القطاع الحكومي تقرير عبدالله بدران هكذا هي حالهم منذ أشهر اعتصامهم يقترب من إتمام عامه الأول هم ببساطة خريجون باحثون عن تعيين في هذه الدوائر هنا مناوباتهم مستمرة للبقاء في حركة احتجاج ضاغطة يمكن أن تسفر عن فرصة عمل احنا مطالبنا هو حقنا اللي هو تعيين ان شاء الله إذا تحقق مطالبنا وتعيننا وحصلنا على أمر الإدارية ان شاء الله بذاك الوقت يلا نشيل خيامنا كثيرون كالمعتصمين هنا حددوا مطلبهم بالحصول على وظيفة في العاصمة العراقية بغداد يتكرر هذا المشهد أمام عدد من الوزارات من مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومن أمام الهيئات والدوائر ومكاتب المستثمرين هؤلاء هنا يؤكدون أنهم ليسوا معنيين بأي ضغوط غاياتها سياسية لا على الحكومة ولا على مجلس النواب ثم تعالم آخر من تظاهرات العراق في الناصرية مركز ذيقار بعنوان نريد وطن وفي السليمانية لأسباب معيشية وثم تنسيقيات تسيطر على الساحات تحكم قفضتها مرة وترخيها مرة أخرى هذه التنسيقيات في وسط وجنوب العراق تحديدا لم تعلن بشكل محدد وواضح كما يقول خصومها عن خياراتها ومطالبها بل إن منتقديها يرون أنها تمثل ضغطا مستمرا بلا هدف فهي نادت وتنادي بشعارات على شاكلة الدعوة إلى تغيير النظام السياسي بكامله ولها غطاؤها في الساحات أو بين العشائر ولا ضمانة لمنع الاحتكاك مع لمن العراقي هناك رغبة شعبية بأن يتمي الإصلاح بصورة صحيحة لذلك لن يتوقف الشارع العراقي عن المطالبة فالتظاهرات هي عبارة عن عمل جماهيري سيتراكم ويستمر مع امتداد الفساد والمطالبة بالحقوق انتخابات يأمل الشارع والقوة أن تفتح الطريق أمام الجميع عبدالله بدران بغداد الميادين سنوات عشر مرت على خروج التونسيين إلى الشارع وأسقاط نظام حكم الرئيس الراحل زين العبدين بن علي أملين تغيير الواقع السياسي والمعيشي للمواطنين لكن السبب إحباط التونسيين المتزايد هو فشل الحكومات المتعاقبة في معلجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتعثرها في إرساء الاستقرار السياسي مرادة لانسي الثورة التي أطاحت بمنظومة الحكم السابقة أعادت بعد عشر سنوات المنظومة نفسها إلى صدرة المشهد السياسي وفق استطلعات الرأي قد يفسر هذا الواقع المتفق على صحته حال عشر سنوات من الثورة ويبدو الأمر أكثر وضوحا عند معينة مزاج الشارع التونسي في ذكرى الثورة العشر سين هذه أخويا وخرنا فيها ثلاثين سنوات التالي مرنا حتى شيء مفهمة حتى التغيير قاعدين نمشوا التالي مناش قاعدين نقدمه من كل شيء يخلونا مغير مجلس النواب بصراحة ما يش بش تقدم تونس التالي ليس يقوم قدام يخمو كان على رواحهم ويخمو ويحطو في ناس معينين في المناصب ومعندهم مش كفاءات كيفش تحبها تقدمه واش بش تقدم هذا الإجماع على فشل حكام تونس الجدد في تحقيق القفزة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة تفسره الأحزاب المحسوبة على منظومة الثورة بوجود قوى إقليمية وأوروبية لا ترغب برؤية تجربة تونسية ناجحة قد تضر بمخططتها هذه القوى استغلتها شاشة الجبهة الداخلية لزعزعة تجربة الانتقال الديمقراطي بحسب ما يرى بعض السياسيين فيها أطراف تحول بين تونس والقفزة هذه حتى لا تستقبل الصورة الألق أنه يصبح معانتها سياسي ديمقراطي ومعاه اقتصادي واجتماعي فيولي جذاب جدا في وسط المنطقة ككل فكثير من الدول وكثير منها تسعى إلى ضرب الشيء هذا ولكن حتى ما يروجه مناصر منظومة الرابعة عشر من يناير عن أهمية مكسب الحرية والديمقراطية أصبح لا يقنع التونسيين بل أنه أصبح محل تشكيك أيضا فالمنظومة السياسية والانتخابية أثبتت فشلها وولدت معارك سياسية طاحنة وتعاقبا للحكومات إضافة إلى تقارير عن تدخل لبيات مالية وأعلامية في هندسة المشهد الانتخابي والسياسي ما جعل الأصوات المستفسرة عن مجنته تونس من الثورة ترتفع بل ارتفعت أيضا الأصوات المجيبة بلا شيء عشر سنوات مرت على سقوط نظام بن علي ودخول تونس مرحلة جديدة مرحلة أصبحت مهددة بالفشل في بعض جوانبها وتجاربها بسبب الأخفقات على أكثر من مستوى يقبلها سعود قوي لأنصار النظام السابق مراد الدلنس تونس الميادين التطورات المستسريعة إقليميا ودوليا ألقت بذلالها على تونس حتى أنها أدت إلى انقسام سياسي إزاءها في ظل مشاريع النفوذ لدول خالجية عربية كانت تونس ولتزال أحدى ساحات الصراع عليها تقرير محمد أبو عبدالله ماذا لو كانت تونس الثورة في معزل عن التأثيرات الخارجية لعل إنجازاتها كانت ستكون وافرة ونجاحها أيسر سبيلا ربما من حظ التونسيين أن ثورتهم عاصرت متغيرات خارجية عديدة بينها الثورة الإعلامية والمشاريع السياسية الإقليمية تجعل صعبا تجنب ارتدادات الصراعات وأثرها البالغ في مسار ما بعد الثورة وإنجازاته قد تكمن الإجابة جلها في أثر المحاور وانعكاس تنازعها على تونس كما على النفوذ في دول أخرى مجاورة ونجاح أهداف ثورتها أو فشلها أو تأرجحها بين الأمرين ليس خفيا أن تونس يتجاذبها محوران أحدهما قطري تركي والآخر إماراتي سعودي ولكل منهما أجندته في المنطقة ولا سيما في تونس ملهمة ما سمي بالربيع العربي في محيطها الإقليمي بلغ الصراع بين المحورين ذروته في الجارة ليبيا بعدما حسمت مصر تحالفاتها بدأ واضحا انحياز السياسيين في تونس وبعض الساسة أيضا إلى أحد المحورين وأصبح ذلك حتمية تمليها الانتماءات الإديولوجية والدعم المالي من الطرفين طفى إلى السطح ما يعرف أعلاميا لدى أحد المحورين بالثورة والثورة المضادة يقابلها في المحور الآخر حملة تخويف من الإسلام السياسي ومن الإخوان تحديدا ولأن الاستقطاب كان وسيلة لصراع النفوذ تمويلا للأحزاب والإعلام فقد تميزت تونس بتراشق إعلامي وسجال سياسي إما ضد محور الإمارات أو ضد محور قطر ثم تمسألة تفرض نفسها على تونس في ظل ميل محور الإمارات إلى التطبيع أو تجميل صورته فقد وجدت نفسها مجددا مضطرة لحسم الجدل بعد تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل لا تسعى تونس إلى التطبيع تقول الخارجية نافية أي تأثير للتغيرات الدولية لكن السؤال يطرح نفسه حول جمود مشروع تجريمه من يقف وراءه؟ تسعى باكستان لضم 14 طائرة مقاتلة من طراز جيف 17 إلى سلاح الطيران لديها في مسعى منها لتغيير المعادلة العسكرية في المنطقة الأمر الذي وصفته الهند بالخطوة التصعدية التي تهدد أمن المنطقة تقرير باكر يونس مخاوف هندية أخذت في التصعد مع بدء باكستان دمج الطائرات المقاتلة جيف 17 ضمن السلاح الجوي الطائرات التي تم تطويرها بين باكستان والصين تعتبر الأحدث التي تتسلمها باكستان في مسعى لتطوير قوات العسكرية ولا سيما سلاح الجو نثمن عاليا الدعم الصينية لنا التعاون العسكري بين الصين وباكستان أصبح واقعا مثمرا وهذه الطائرات هي نتيجة هذا التعاون المستمر والمنتج لكل البلدين وزير خارجية الصيني أوضح التزام بلاده بالتعاون مع باكستان لتحقيق الاستقرار والأمن لا للتصعيد العسكري وذلك ردا على ما كشفته مصادر أوروبية عن وجود لوبي هندي يعمل على الإساءة إلى الصين وسياساتها وتشويه صورة باكستان لدى المجتمع الدولي لحثي على توقف عن التحدث بشكل سلبي ضد التحركات الهندي في كشمير ما يقلق الهند هو أن التعاون الصيني الباكستاني على المستوى العسكري هو في أحسن صوره حاليا والهند تعتبر أن هذا التعاون تهديد لأمنها القومي الصين تواجه وضعا مماثلا الآن لناحية توجيه الهند التهم لها كما تعمل مع باكستان وهذا الأمر يتضح من خلال تصريح قائد الجاش الهندي الذي يصف الدعم العسكري الصيني لباكستان بالتهديد لأمن الهند القومي موجة التصعيد بين الهند وباكستان لم تهدأ ولا سيما أن الأخيرة تتسعى إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي وإجبار الهند على التراجع عن قرارها بضم الأراضي الكشميرية بالقوات العسكرية تطور باكستان قواتها العسكرية الجوية لترجيح المعادلة لصالحها وهو ما طر فيه الهند تحديا عسكريا وأمنيا مباشرا لها بكر يونيوس اسلام أباد الميدين توجه إلى القاهرة أمس عضو مجلس سيادة الانتقالي في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي في زيارة رسمية وتهدف الزيارة بحسب مصادر مطلعة إلى إطلاع القيادة المصرية على ما سمته الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة على الحدود السودانية وذلك في إطار حملة دبلوماسية ستقودها الخرطوم لتوضيح حقيقة ما يجري مع إثيوبيا أعلن الجيش الإثيوبي مقتل القيادي في جبهة تحرير تيجري وزير الخارجية الأسبق سيوم ميسفين وأخرين خلال معركة عسكرية في الإقليم شمال البلاد الجيش أوضح أنه تم القضاء على أربعة من قيادي جبهة تحرير تيجري بعد تبادل لإطلاق النار مع الجماعة المسلحة بكبسة زر تصبح خارج منظمة مواقع التواصل الاجتماعي وبكبسة أخرى تعود أو يجمد حسابك سلطة تمتلكها هذه المواقع لا أحد يستطيع محاسبتها حتى أقوى رجل في العالم وهي بالتأكيد ليست مؤسسات تجارية أو خيرية فقط بل لديها قطعا أجندات خاصة وارتباطات بأجهزة ودول بين كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم بلاده على تصدي لشركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون وسعي تركيا لإيجاد منصات إلكترونية بديلة عن تطبيقات عالمية مثل واتساب وبين وقف أوغندا مواقع التواصل الاجتماعي ولسيما فيسبوك قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد لتدخلها في مسار الانتخابات تتجسد قدرة هذه المواقع على التأثير على الناس في العالم تعليق تويتر وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات حسابات رئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دلالة قوية على قدرة هذه المواقع ومن يمتلكها من رجال أعمال ومطورين على التأثير في صناعة رأي العام وقولبته وفق توجهاتهم هم الأمر بتيشمل رؤساء وسياسات دول بعدما اقتصر طويلا على محاربة مضامين منشورات بعينها كالدعمة لفلسطين مثلا فيسبوك صمم خوارزمية تضم عددا من الكلمات التي يتعرض مستخدموها للمنع فورا على الموقع الأزرق مثل شهيد، مقاومة، غزة، حماس وغيرها المنع انسحب أيضا على تطبيقات معينة مثل برلي الذي رفضت شركتا جوجل وأبل تنزيله في متجرها الإلكترونية عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسبب أن برلي هو التطبيق الذي استخدمه مناصر ترامب بكثافة للتحضير لاقتحام مبنى الكابيتل هول الشركتان عملاقتات تكنولوجيا الأمريكية اعتبرتا أن عدم سن تطبيق برلي قوانين صارمة فيما يخص التحريض على العنف هو السبب للمنع ما يحدث أخيرا في المساحة بين الواقع ومواقع الشبكة العنكبوتية يطرح العديد من التساؤلات حول حدود حرية التعبير والرأي حق أساسي من حقوق الإنسان يفترض أن تكفله القوانين والدستير نظريا ولكن في الواقع تبين أن مؤسس تويتر جاك دورسي مثلا يستطيع انتهاك هذا الحق بكبسة زر ليعاقب رئيس الولايات المتحدة على أراء يعتبرها الأربيني دورسي مخالفة لسياسات شركته وهي شركة يستخدمها أكثر من 150 مليون مغرد حول العالم قبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين في ربع الساعة الأخير من ولاية ترامب واشنطن تصنف روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا دولا معادية وتضيف شخص الرئيس مادورو تعرض أعضاء في الحزب الجمهوري ممن تقد ترامب للتهديد يثير مخاوفا مما سيحصل خلال بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ الجيش الإيراني يرصد غواصة مجهولة قبل اقترابها من منطقة منوراته ويجبرها على المغادرة الزهار يقول إن هناك ألاف الأسئلة التي تنتظر إجابات قبل خطوة الانتخابات ويعبر عن خشية من تحديد تواريخ لها تضغط الشارع الفلسطيني الأمم المتحدة تحذر من مجاعة غير مسبوقة في اليمن نتيجة تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية وبرنامج الأغذية العالمية يعتبره حكم إعدام بحق اليمنيين باكستان تسعى لزيادة أسطولها الجوي بالتعاون مع الصين والهند ترى في الخطوة تصعيدا يهدد أمن المنطقة المزيد من الأخبار زروا موقعنا على الانترنت الميادين دوت نات وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نات شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة